مثاق السلم المصالحة الوطنية كان خيارا استراتيجيا بامتياز خيارا استراتيجيا تبناه الشعب الجزائري ليعبد من خلاله الطريق نحو التنمية الشاملة ونحو كذلك تأكيد قيم السلم والاستقرار ومن خلالها تحول الجزائر إلى مدرسة في صناعة الاستقرار وفي إشاءة قيم السلم والتسامح والمصالحة بالإضافة إلى أن حتى كذلك المراكز والمعاهد الدولية أصبحت تدرس انطلاقا من التجربة الجزائرية واستحضارا لتاريخ الشعب الجزائري الذي قيمه تمتد إلى أصوله التاريخية ولنا من المحطات أن نتذكر الأمير عبدالقادر الذي لقب برأي القيمة الإنسانية وكذلك بما قدمه في حماية الأقليات وكذلك بناء مواثيق للسلم والتسامح ما بين المتخصمين والمتصارعين في محطاته التي مر بها فبتالي كانت دائما يستند إلى هذه المرجعية وإلى هذه المدرسات الجزائرية لتستشفى من خلالها المآهد والمراكز والأكاديميات الكبرى في العالم في سياغة منظور جديد لصناعة الاستقرار ولتسوية الأزمات في إطار إدارة الأزمات نحو ضرورة التسوية التي تبنى على أساس المصالحة وعلى أساس الحوار وعلى أساس السلم والتسامح بحكم أنها أحد المقاومات التي تقوم عليها كذلك هيئة الأمم المتحدة وأحد المرتكزات التي على أساسها تم سياغة مثاق الأمم المتحدة بالتالي الشعب الجزائري حينما توجه نحو تبني المصالحة الوطنية واحتضان المصالحة الوطنية لم يتبنها هكذا وإنما تبنها بناء على أصالته وعلى ثقافته وعلى قيمه وعلى المدرسة التي ينتمي إليها وهذا ما مكن من مشروع المصالحة الوطنية أن ينجح وأن يحقق كذلك نتائجا إيجابية في ظرف قصير بحكم أن الشعب الجزائري هو من منح لهذا المثاق قوته لأن قوة هذا المثاق هي من قوة التاريخ الذي ينتمي إليه الشعب الجزائري